السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الأول الإعدادي إن شاء الله متابعين مع بعض المنهج من خلال الكتب الدراسية المختلفة كتاب جم كتاب باي بيت كتاب المعاصر الفيديوهات موجودة على القناة بإذن الله نأخذ مع بعض الوقت اكسرسايز استدريبات أون لان جوج على اللغويات من الواحد رقم 3 على الدرسين الثالثة الرابع من كتاب المعاصر العام الدراسي الجديد عشرين أربعة وعشرين حلة مع بعض صفحة 147 وصفحة 148 أول سؤال معي خاص بيتشوز اختر الجزء الخاص بالاختيارات والسؤال رقم واحد بيقول لي إيه؟ هنا عندي لابصرف دي اختصار لكلمة إيه؟ لاختصار لكلمة ود معنى هو يود أو يرغب فيه ود فوتبول اللي هي كرة القدم أنا عندي هنا ود لايك أود لاف أود برفير طيب كل ده معايا بيجي لي معايا أو بعد منه تو زائد المصدر يبقى أنا هنا عندي ود لايك بيجي لي بعدها ايه؟ تو المصدر بلين الفربة اي نجي تو بلاي تو المصدر بلاي هنا المصدر واس بلايين تمام؟ يبقى أنا هنا يعيز اختار ايه؟ اختار تو المصدر يبقى هيا ود لايك تو بلاي فوتبول هو يود أن يلعب فوتبول كرة القدم بعد كده رقم اثنين أحمد بيحب مادة التاريخ لأنه بقى السبب هو بيحب نقط بيحب عن الماضي يعني يتعلم عندي بعد love بيجي للفعل بتاعي في المصدر يبقى ادي الانفرنتف وبضيف عليه الانفرنتف عندي love like enjoy interested in وعندي كمان good ad جيد فيه bad ad سيء فيه عندي الكلمات دي بيجي لي بعدها وعندي hit وعندي كمان اللي هي بمعنى يقرأ دي كلها كلمات بيجي لي بعدها المصدر والانفرنتف وده الجزء الخاص بلانجويج على الدرسين بتاعنا يبقى بعد هو يحب عايز الفعل اصل الفعل ومضاف له الانجي يبقى عندي هنا ايه learning يحب تعلم او يتعلم about the past عن الماضي بيعرف اشياء عن الماضي وده السبب ان هو بيحب مادة history ومادة التاريخ رقم 3 انا لو احب نقط computer games ما بحبش ان انا العب العب الكمبيوتر بعد like عايزة الفعل والانجي هنا المصدر playing 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 هنا في الماضي هنختار ايه playing يبقى انا ما بحبش الالعب بتاعت الايه الكمبيوتر بعد كده السؤال رقم 4 رقم 5 نقطة she like watching tv قال له yes she does ايوه هي بتحب بيقول له هل هي تحب مشاهدة التلفزيون قال له ايوه بتحب انا عندي هنا اختار يدو ايه يدو ايه طبعا don't go don't مش هينفهم معي في السؤال يدو يدو ايه انا عندي الفعل بتاع مفرط هاختار ايه تمام ممكن اجيبها بطريقة تانية ايوه اصلا هو هنا في الاجابة بيقول yes she does ايوه هي تحبي السؤال اصلا كان بايه نجي بعد كده للسؤال رقم 6 بيقولي هنا سما ما بتكونش يعني مهتمة بي سما ما بتكونش مهتمة بي اللي هي الايه الصور ايه الصور طب ما بتكونش مهتمة بي عندي بيجي لي بعدها هنا في الماضي يرسم في المصدر يعني تو المصدر عندي هنا interested in بيجي لي معاها اصل الفعل وال-ing بقى draw ما بتحبش رسم الايه الصور رسم الصور رقم 7 prefers prefers يعني فضل برضو من الكلمات اللي هي ايه بيجي لي بعدها المصدر وال-ing هو بيحب مادة ايه ماس مادة الرياضيات تمام يبقى عندي هنا دو ولا دت هنا في الماضي هنا مضف للفعل ايه والاس يبقى هنا بيقول هو بيفضل بيفضل ايه يفضل ماس ان هو يقدي ويقوم ويذاكر مادة الرياضيات رقم 8 هدى لا تستمتع نقط اكشن فيلمز اللي هي الافلام الاكشن او افلام الحركة تمام يبقى هدى بعد انجوي برضو بيجي للمصدر بتاعي او الاصل بتاعي الفعل كمان بضيف له الايه بضيف له ال-ing تمام يبقى عندي هنا ما بتحبش مشاهدة ولا واتش المصدر تو واتش تو والمصدر واتش هنا مضف للفعل الاي والاس انجوي عايزين يبقى يبقى هدى هدى ما بتستمتعش مشاهدة اكشن فيلمز افلام الاكشن رقم 9 هل هم يحبوا نقط العاب الكمبيوتر طب هما بيحبوا يلعبوا العاب الكمبيوتر طيب عندي هنا هنختار ايه بعدها وبعدها لايك بعد لايك بيجي لي ايه المصدر تو الفرب زي هنا مضف للفعل هنا الفرب اي ان جي يبقى هما بيحبوا يلعب والعاب الكمبيوتر رقم عشرة امير نقطة كمبيوتر عايزين اقول هو جايد في استخدام الكمبيوتر وبدأت برضو بيجي لي بعدها المصدر واصل الفعل هنا المصدر هنا مضف للفعل يبقى امير امير جايد امير جايد في استخدام الكمبيوتر نيجي بعد كده هنا الجزء الخاص بتصحيح الخطأ والسؤال رقم واحد بعدها انا عندي هنا عصل الفعل بتاعي بضاعف الام لان عندي اخر حرف ساكن بينتهي بحرف متحرك وهو بتكون من مقطع صوتي واحد يبقى السباحة رقم اتنين علي عايزين نقول عالي جايد في الرسم طب معناها مفيد لي عايزين نقول عالي جايد في مادة الرسم يعني جايد في رقم ثلاثة عامات بيحب مشاهدة مباريات كرة القدم في التلفزيون يبقى عندي بعد لائك عند المصدر وال يبقى عندي كلمة يشاهد وبضف رقم اربعة انا عايز اقول انا مهتم بالرسم بيجي بعدها نوان اسم اسمها ايه يعني انا بكون مهتم بي بعد كده جايب لصفحة 148 والسؤال رقم 5 بيقول هنا بيحب يذهب للعمل ادي الفاعل اللي هو الفاعل في المصدر بعد بيجي الفاعل رقم رقم 6 هل انت بريفير يعني يفضل ان انت تركب الدرجات عندي would you prefer would you like would you love لي كلها بيجي لي بعدها 2 زائد المصدر ما اطلغبتش بقى واقول ده ده المصدر وال ing يبقى to write to write بتحب ان انت تركب اي بايكس اللي هي الدرجات رقم 7 يقول هنا بلي is interested in مهتم بي listens to music عايزين نقول مهتم بالاستماع يبقى listening بعد interested in الفرب ing هده عند المصدر بضف لها ing listening رقم اربع اي هت ووك in the sun انا بحب او انا هنا هت معنى يقرح او لا احب اي هت انا اقرح ان انا امشي في الشمس ان صمر في فصل الاي في فصل الصيف ما بحبش ان انا امشي في الشمس في فصل الصيف هت بردو زي لايك وزي لايك بيجي بعدها الفرب ing ادي الفعل بتاعي في المصدر ووك وبضف له ing لان بعد كلمة كلمات هت رقم تسعة في فترة الزهيرة او في فترة ما بعد الزهيرة يبقى ولا اسمها ايه بعد لايك ايه يبقى الفرب ing ايه اللي انت تحب تقوم به بعد ايه او في فترة ايه في فترة الزهيرة رقم عشرة انت بتحب السباحة طبعا اصلا هاف ما بيجيش معها مصدر يبقى اصلا كان السؤال بايه يبقى دو يلايك